حزيران المقبل موعداً لغلق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين وفق قرار مجلس الوزراء وزارة الهجرة والمهجرين تستعد لتنفيذ القرارات الحكومية بدءاً من تشكيل لجنة تعنى بدراسة الملف بشكل دقيق للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي قد تتخلل عملية العودة تحدد تاريخ وهذا ملزم للوزارة والجهات الأخرى أن تتضافر جهودة مع الوزارة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الموقر تكثيف جهودنا وممكن نذهب أكثر من ذلك وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتعامل مع هذا الملف ضمن توقيتات لنتمنى أن الأخوة في قريم كردستان يتعاونون معنا باعتبار ملف المخيمات وإدارة تقع على عاتقه ونتيجة لعمريات العودة الطوعية وتقديم التسهيلات من قبل الجهات المتخصصة لم يتبقى سوى 32 ألف أسرة داخل المخيمات يجري العمل على إعادتهم إلى مناطقهم مع تهيئة الظروف الملائمة بالتنسيق بين كل من وزارات الصحة والتربية والعمل وغيرها لدينا فقط 24 مخيم 23 في الأقليم وواحد في الجدعة مركز التأهيل وأعتقد لم يبقى إلا 32 ألف عائلة ويقارب 154 ألف فرد والعدد بالنسبة للعداد التي نزحت بعد 2014 عدد كبير جدا كانت من 150 ألف عائلة وأكثر من 175 مخيم الآن الحمد لله نحن ماضون بتنفيذ توجيهات وتحقيق البرنامج الحكومي وتؤكد وزارة الهجرة والمهجرين إغلاق ثلاثة مخيمات في العام 2023 وفق برنامج الحكومة الذي يشدد على إنهاء ملف النازحين بشكل تام بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المناطق المحررة سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد